لمعنى في مجال الإعلانات فأصبحوا نجمات من الصف الأول الفنانة نرمين الفقي ظهرت كموديل في الإعلانات التجارية ثم عملت كموديل في كليبات الأغاني بعد ذلك قبل انضمامها للتمثيل حيث ظهرت في أغنية أولي في عام 1990 للمطرب محمد فؤاد وانطلقت في عالم الدراما بدأت الفنانة روبي حياتها الفنية أيضا من الإعلانات ومنها إعلان عصائر وظهرت لأول مرة في دور صغير بفيلم فيلم ثقافي عام 2000 وبعدها ظهرت في فيلم سكوت هنصور في عام 2001 كما دخلت عالم الغناء بأغنيات انت عارف ليه في عام 2003 على الرغم من أن الفنانة اللي كريم تعمل كراقصة بليه إلا إنها عملت في مجال الإعلانات التجارية إلى إنه حلفها الحظ واختيرت لعمل فوازير رمضان ثم العمل الدرامي الأول لإلها مع سيدات الشاشة العربية فاتن حمامة في المسلسل الرمضاني وقه الأمر وانطلقت بعدها لعالم السينما والدراما عما كانت في الخامسة عشرة من عمرها بدأت الفنانة ياسمين عبد العزيز في تقديم الإعلانات التجارية ودخلت عالم التمثيل لأول مرة في مسلسل امرأة من زمن الحب عام 1999 وحققت نجاح كبير وبعدها انطلقت إلى عالم النجومية بدأت الفنانة غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات ثم مودل فيلك لبات ومن بعدها دخلت إلى عالم التمثيل وتألقت وأثبتت موهبتها الفنانة داليا البحاري لقبت ملكة جمال مصر في عام 1990 وظهرت في عدة إعلانات تجارية وعارضت أزياء وانطلقت بعدها لعالم التمثيل في عام 2000 بأول أفلامها علشان ربنا يحبك إلى أنه نجاح الأول كان في عام 2002 بفيلم محامي خلع توجهت الفنانة شيرين رضا للإعلانات ثم كمودل في كليب أغنيا مع الفنان عمرو دياب وكانت وقتها زوجته ثم عملت بالفوازير مع النجم مضحة صالح وانطلقت للتمثيل ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في السادسة عشر من عمرها وقامت ببطولة إعلان مكرون الدانا وحقق نجاح كبير وكان السبب في شهرتها ثم عملت مودل في أغنيا ترضى بالنصيب مع جورج وصوف ومع بداية عام 2002 سجلت أولى أغنياتها بعنوان أول أهواك وفي نفس العام أصدرت شركة روتانا ألبوم غنائي كامل لإلها بعنوان هو الزمان ومن هنا كانت انطلاقتها الفنية بدت الفنانة رانيا يوسف مشوارها كعارضة أزياء ومودل إعلانات وعملت رانيا كعارضة أزياء وفتاة إعلانات ثم ظهرت في عدد من الأدوار بالتلفزيون والسينما وكانت أول بداية فنية حقيقية لإلها في مسلسل عائلة الحق متولي عام 2001 وتابعت بعدها ظهور بعدد من الأدوار الناجحة شيري عادل بدت مشوارها الفني كمودل إعلانات وهي في سن صغيرة وحققت نجاح كبير جدا من خلال الإعلانات من طفولتها وهي في سن الخامس عشر بأول أدوارها السينمائية في فيلم حمادة يلعب وبرزت بعدها في عدة أعمال أخرى من بينها فيلم خارج على القانون وحسن مرئس وأمير البحار